ما كنا نظن أن خديجة ستقوم بهذه الفعلة للاختطاف الطفل الأكرم ببحدة لكن المعطيات التي تصربت مؤخرا وكشفت عن بعض المعلومات التي هي في غاية الخطورة واحد الجارة التي أكدت بأنه كان جميع صديقات خديجة والتي كانوا دائما على تواصل بينهم خصوصا عن المكالمة الهاتفة بينهم ودائما تعود لها الأسرار وهذا الشيء الذي يجعلها أن السلطة الأمنية يبحثه في هذا الملف خصوصا أن خديجة لماذا الآن في السجن لا تتحدث لا تكون لا تشرب في انتظار العلاج من طرف الطبيب المؤسسة فعلى أين هذه هي صديقات أخواني أخواتي كما تعرضوا بأنه كانوا يحرضوا على أساس أنه إلا جابت شيوليد يعني على أساس إلا جابت شيوليد يعني كالتهلة المأمورية يعني كي تخرج إحدى الدول الأوروبية وكالتوراقها كلهم يعني بدون مشاكل واحد صديق ديالها يحتوي كان يحرضها واللي كان دائما كي يحاول أنه يعني يضغط عليها باش جمع الفلوس وهذك الفلوس إخواني أخواتي كما اشتوا يعني عائلة ديال خديجة اللي هذي الناس الناس محافظين ناس متواضعين ناس رايني عايشين على قد الله سبحانه وتعالى فهما يعني راهما ناس بوسطاء ناس بوسطاء فكيف يعقل أنها يعني تجمع ديك مبلغ دي تلاتة وعش دي ستعش لمليون فالأكيد أن العقد دي العمل اللي كان وجوج جوج دي العقد العمل واحد يعني للخديجة والتاني لهذ الصديق هذ الصديق ديال يعني خديجة اللي كان فعلا كي وعدها على أساس أنه يكون واحد الزواج ربما الزواج ما غيتمش فعلا فهد السيد كي حاول أنه يضحك على خديجة وهنا إخوان إخواتي يعني احنا مخصوش نضلمو خارج جهتاية ربما يعني طاحت فواحد الفخ ربما طاحت يعني فواحد قدروا نقولوا عسابة خصوصا هذ الصديقات ديالها اللي حاولوا أنه يعني يحرضوها يقولوا لا سيري إلا كان شي يوريد غير اللي لديته يعني غتابوا الورق ديالك وهذا شي ما حصل إخواني إخواني إخواتي فميلودا إخواني إخواتي اللي كنا يعني كنا نسموها دائما كتبحت على الطفل ديالها وكتربط هذا الاختفاء باختطاف للإبن ديالها أكرم من طرف خارجة ولكثير من التبعين الكرام اللي كانوا دائما يقولوا أن هذا الإبن هو الإبن ديال خارجة وطرف آخر يعني مجمع أخرى كتقول أن هذا الإبن فهو إبن يعني أكرم إبن ميلودا فباش نأكد لكم اليوم الخبر يعني رسمي أن الشرطة اللي مشات للمصاحة اللي ولدت فيها يعني ميلودا يعني كشفت فعلا أن الوطائق والإتباتات هي ديال ميلودا فعلا هذيك شي ديال ميلودا أما الكلام اللي كيخرج في بعض المواقع التواصف الشي ماعي كيقولوا بأنه كل واحد مولدة لحضرة توليد يعني ميلودا فالأكيد أنها هربات في الأكيد هذيك شي لا أساس له من الصحة ولا شيء من هذا القبيل حصل يعني رمكين لا مولدة إنما ميلودا فعلا يعني وضعات المولود ديال أكرم في المصحة فهنا غنطرقوا هذي الباب ديال شكون هو الإبن يعني ديال من وجد الخليجة أم ميلودا فالحقيقة أن الإبن ديال ميلودا هذي آخر المستجدات فحتى واحد الشهادة دي الواحد الشخص اللي هو الحاج هذيك الحاج دي كان يعني جل منزيل وحضر وطعوه يعني الوليد وأدلو في الودن دياله كانوا طرحوا لي بعض أسئلة وقال بأنه يعني ما جابوش دي مباشرة شكون هو الأم دياله فعلا أكيد دي كله كلام يعني ربما كي يحاولوا أن بعض الناس يعني يغلطوا الرأي العام بخصوص آآ شكون هو الإبن البيولوجي وجد ميلودا أو الخليجة فعلى أي يعني الأم وراية حسمات في آخر لحظات وتأكدنا فعلا أن الشرطة أكدت بالوثائق والإتباتات أنها دي أن الإبن ديال آآ ميلودا فبالرجوع إلى القضية ديال آآ اختطاف أو المحاولة يعني أن الإبن أكرم ديال الأوروبي يعني في إيطاليا بالضبط فكان واحد تواصل في إعلان كان واحد تواصل كذلك مع الأخ ديال خليجة ديال خليجة ديال خليجة من ديال الإيطالية وحاول أنه يعني يعني هو اللي كان يجب لها يعني كان كتواصل مع واحد تسيد يعني في منطقة مولي بوس الهام يعني وهذه المنطقة المعروفة بالهجرة يعني مش غير هجرة الشرعية فكان بزاف طرق قانونية يعني بالوثائق يعني كم موقع معها خليجة لأنها كانت تنتظر في ذلك النهار بالضبط أنها تسلم الوثائق وبالتالي يعني يعني تخرج هي والصديق ديالها هذه آخر أخبار إخوان إخواتي هي والصديق ديالها قبل ما ينقطع يعني الاتصال بينتهم وهذا الشي اللي خلق ميلودا أنها يعني تفاجأ بهذا الاختفاء وهذا انقطاع الاتصال بينتهم فعلى أين هذا الحرائق أو هذا الشخص المكلف بال يعني بالهجرة يعني ما توصرش بالوثيقة يعني ما توصرش يعني يعني بهذا العقد للعمل فكان لازم أنه انتظر واحد المدة يعني شهر على أساس يعني الوقت كيت طلب واحد الوقت يعني على أساس يعني المدير اللي في ديالة الإيطالية والصاحب الشركة اللي غاي شغل خديجة وصديق ديالها فربما كان يعني شي مشاكل هذا الشي اللي خلق أنه هو التخير وهنا في يعني قرارات خديجة أنها تمشي المدينة مراكش فعلا مشات المدينة مراكش وخافت من الفضيحة لأنها كانت فعلا مخططة أنها يعني تستغل الفرصة تستغل الوقت باش تخرج يعني إلى يعني من المغرب وبالتالي يعني أكرم غاي بقى بني ديها خصو أنه أكرم يعني ربط عليه كبذا يعني كبراته يعني حتى وصل عامين فهاتش كله يعني في محاولة أنها تأكد الميلودا أن الإبن ديالها يعني غاي تحسن دورف دياله غايش حياة مزيانة والتالي والذكره ومعيا حتى يكبر ورجعو لك فهاتش لتفاجأت به فعلا ميرودا وفعلا ميرودا ربما ما كانش كتظن ان هاتشي غد تطبقه يعني غد تقوم بهذا الفعلة لانها تكلمات معها وسلفت ثلاثة ملايين ثلاثة ملايين على اساس باش انها تردى لها من توصل يعني الديار لاليطالية وكانت فراسة بانه فعلا ميرودا فعلا خديجة را غد تخرج يعني غد تهاجر الى ايطاليا يعني بكل التفاصيل فالمبالغ المالية دي كتلة المليون اللي كانت عطاعت الخديجة فما كانش على علم من الزوج وهاتش اللي اطار الغضب دي هالزوج دائما كشك تقول علاش ما عوتيش لي هاتش ربما هناك اسرار بيناتكم فباش تأكد ليه يعني عودت ليه كل شي بكل التفاصيل حتى طمأن راسه ولكن الخطأ التاني اللي طاعت فيه يعني ميرودا وهاتش اللي يخلى الجميع يوتير شكوك حول ميرودا بالطب وكذلك الاخ ديالها اللي يمشى على وجه السرعة يعني بلا ما يعلمه الزوج ديالها وهنا في خلال الشكوك بكون ان هناك علاقة مبين يعني هاد ال او هناك سر مبين ميرودا وكذلك الاخ ميرودا ميرودا وهاتش اللي صراحة خلق اكتر من علامة استفهام بعض الخصوص اخواني اخواتي من خديجة ولي مازال في التحقيقات اخواني اخواتي ومازال يعني ما نطقتش باي كلمة لحدود الساعة بسبب الازمة اللي كتمر بها فيعلن الازمة اللي كتمر بها العلاج اللي كتلقاه من طرف الطبيب الشرعي يعني كيحاولوا يساعدوها انها غير يعني تعطيها غش معلومة اللي غتفك هاد اللغز اللغز ديالاختطاف الطفل اكرم وشكون اللي حاول انه يضغط عليه فالمعلومات والتسريبات اللي حاولنا اخواني اخواتي اننا نتوصلوا بها فعلا كتبيين ان هاد الصديقات سوء هاد الجو الصديقات اللي حاولوا انهم يحرضوها فعلا وهذاك الصديق اللي كان دائما في كتير مناسبات كي اكد لانه اغدوش بها وانه بزلك المسائل وهذا شي اللي خلى انها تمشي يعني فات السياق فعلا مشت فات السياق يعني وحاولت ضغط على عائتها الام ديالها الاب ديالها اخواتها فاحت صديقات ديالها اللي خدامي مع افريكا ابلاج تعمل تلفز مع دوم كل واحد مبلغ 3000 ترهم وبالتالي جمعات هاد المبلغ ديال 27 مليون لكن الغريب في الامر اخواتي هادك الزوج ديالها اللي واشنا من اطيها بخلق الله السيد اللي عاد رجعت فيه الروح مني شاف لول دياله ما كانش على علم بهذا شي كامل فكيفاش انه هاد ميلو ده بغط خلق مفاجئة من بعد ما يوصل ديال ديال الايطالية يعني وكتواجد مع هاد خديجة فهاد شي اللي كي يطرح اكتر معنا متسفام واكتر معنا التعجب بخصوص هاد القضية اخواني اخواتي الى حدود تساعة نكتفي بهاد القدر في انتظار ما هو جديد فما تبخلوش لنا بالله كديركم كذلك البرتاج دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة